اشتركوا في القناة السيد علي خامناء يقول مستقبل البلاد مرهون بتصويت الايرانيين في الانتخابات الرئاسية ولقاء بوتين بايدن روسيا والولايات المتحدة بصدد اطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي دانا شيوخ ووجهاء العشائر العربية في محافظات حمص وحمى وادلب ممارسات ميليشيا قصد المدعومة من الاحتلال الامريكي والتنظيمات الارهابية المرتبطة بالنظام التركي داعينا جميع من غرر بهم الى العودة الى جادة الصواب لحماية الوطن وضمان امنه واستقلاله والمحافظة على سيادته اجتمعت كل الوجهاء اللي تبصن بالدم الى السيد الرئيس وبالنسبة لاخرجة بيان ضد العمليات الارهابية ميليشيا قصد واتباعها من دعم الاتراق والاميركان اللي عم يحاربوا ابنائنا نستنكر الوجود الاميركي التركي والعصابات الارهابية المسلحة في محافظة ادلب وفي محافظة الرقة والجزيرة العربية لان هذا الوطن ينبذ الخبيث وينبذ المستعمر على ارضه الطاهرة وعليهم ان يسألوا التاريخ عن هذا الشعب الذي دحر جميع المستعمرين على ارضه محتوى اجتماعنا اليوم هو كي نبصم بالدم بالحقيقة بالصدق بالامانة لهذا القائد الشريف النظيف البطن المغوار الذي قاد سفينتنا من حافة الهاوية من البيحار والامواج المتعالية الى بر الامان وشاطئ الامان حتى ننعم بالامن والامان هذا الاجتماع اليوم لنوصر رسالة للعالم انه هذه هي شيوخ ووجهاء العشائر في محافظة حمص وحماء وادلب ليستنكرون مواقف الخارج الذين باعوا انفسهم للدولار والامريكا والاردقان وجند انفسهم نحن نستنكرهم والعشائر هي دائما في الحاضنة السورية مواقفهم ثابتة اتجاه وطنهم واتجاه قائد هذا الوطن شيوخ عشائر ووجهاء في سوريا انه خلف جيشنا المغوار وقائدنا البشار مهما تكالبت علينا الاشرار نفذ ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية عملية انزال جوي في شحيل بريف دير الزور الشرقي اختطف على اثرها عددا من المدنيين وذكرت مصادر محلية ان طائرات التحالف الدولي نفذت خلال الساعة الماضية الانزال في حي الشبكة وسط مدينة شحيل واختطفت خلال مداهمتها احد المنازل عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة وفي سياق اخر ذكرت المصادر ان طيران الاحتلال الامريكي استهدف بالتنسيق مع ميليشيا قسد الممرات النهرية على ضفتي الفرات بالرشاشات الثقيلة لمنع الشبان الرافضين للانضمام الى ما يسمى التجنيد الاجباري الذي تفرضه الميليشيا من مغادرة مناطق انتشار قسد كثف الطيران الحربي السوري والروسي طيلة الساعات الاربع والعشرين الماضية غاراته على مواقع لتنظيم داعش في البادية السورية وبحسب مصادر ميدانية غير رسمية نفذ الطيران الحربي طلعات عدة بالتزامن مع مواصلة وحدات الجيش عمليات التمشيط ولسيما في بادية دير الزور الجنوبية والتي وصلتها تعزيزات قدرت بعشرات الاليات والمدرعات كذلك تتواصل عمليات تمشيط مترابطة التحرك على محاور في وادي شرق حما والرصافة بريف الرقة والسخنة شرق حمص كشفت مصادر في شمال العراق أن العمليات العسكرية التي يشنها النظام التركي بما فيها القصف الجوي والمدفعي تهدد خمسين موقعاً أثرياً هذا وفيما تم إبلاغ اليونسكو ومنظمات دولية أخرى تعنى بالأثار بشأن تلك المخاوف تواردت رسائل عدة من الأهالي تفيدوا بتعرض بعض المواقع الأثرية للقصف والحرق وهو تخريب المنظم تقدم عليه أنقرة بزعم حربها مع حزب العمال الكردستاني من جانبها أعلنت القوات المسلحة العراقية عن تحركات دبلوماسية وسياسية بشأن الاعتداءات التركية المتكررة أعلنت كتائب حزب الله في العراق دخولها في معادلة الردع حول القدس التي أعلنها السيد حسن نصر الله وفيما تتواصل الاعتداءات على قطع غزة والقدس المحتلة مع قصف طائرات إسرائيلية فجرا عددا من المواقع مواقع المقاومة في غزة كشفت كتائب حزب الله العراق أن إسرائيل اغتالت قادة ومقاتلين كانوا يرابطون لمحاربة داعش الإجرامية معتبرة أن هذا ما يضع الأحرار من العراقيين أمام خيار الدفاع عن شعبهم ومقدساتهم ولسيما المسجد الأقصى استشهدت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال شمال مدينة القدس المحتلة وأشارت التفاصيل إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على مي خالد يوسف عفانة من بلدة أبو ديس عندما كانت تقود مركبتها عندما ادخل بلدة حزمة ما أدى إلى استشهادها هذا ودع جيش العدو ورود تقارير أولية عن محاولة تنفيذ عملية طعن ودهس مزدوجة بالقرب من حزمة وتم تحييد الفتاة المنفذة لكن وكالة وفاة الفلسطينية أكدت أن جيش الاحتلال أطلق النار على الفلسطينية التي كانت تقود مركبتها عند المدخل وسلكت بالخطأ شارعا عسكريا شقه جيش الاحتلال منذ أقل من أسبوع أعلن المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي أن مستقبل البلاد في أربعة أعوام المقبلة مرهون بتصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية ومشاركتهم الانتخابات تعد عملا صالحا وهو ما يزعج الأعداء وهو دليل أن الشعب في الميدان وأن نظام الجمهورية الإسلامية لديه رصيد شعبي كبير وهو ما يساهم في تعزيز قدرات البلاد بعض البلدان التي تبث العداء ضد الانتخابات لم تشهد بعد أي انتخابات في تاريخها يجب أن يتواجد الشعب في الساحات وأن يشارك بكثافة من أجل تقليل ضغوط الأعداء وإبطال مفعول إجراءات الحذر وبعد انسحاب المرشح للانتخابات الرئاسية محسن مهر علي زادة وكذلك المرشح سعيد جليلي أعلن المرشح الرئاسي علي رضا زقاني انسحابه أيضا من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية وضرورة المشاركة في الانتخابات التي ستجرى الجمعة مؤكدا أن الإعراض عن صندوق الاقتراع لن يحل أي مشكلة الإعراض عن صندوق الاقتراع لا يحل أي مشكلة وإن كانت هناك مشكلة ما فالسبيل لحلها هو التوجه لصندوق الاقتراع الذي من شأنه تعزيز أركان الدولة في هذه الظروف انتخبوا من ترون أنه الأقرب إلى آرائكم واعلموا بأن الانتخابات التي لا حضر للشعب فيها لن تخدم مصلحة البلاد والشعب وإن كانت هناك مشكلة ما فإنه يجب حلها عن طريق صندوق الاقتراع ولا سبيل آخر غير ذلك وفيما أكد روحاني أن مباحثات الاتفاق النووي في فيينا تشهد اللمسات الأخيرة على الرغم من البطء فيها قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن اختلافات كبيرة لا تزال قائمة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني وأضفت أجنس فون درمول المتحدثة باسم الوزارة أنه يجب اتخاذ قرارات شجاعة بسرعة لأن الوقت ليس في مصلحة أي طرف أعلن الرئيسان الروسي والأمريكي عن قرارهما إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع شن حرب نووية وجاء في إعلان مشترك للرئيسين في ختام قمة هما في جينيف تجديد تمسك بالمبدأ القائل إن الحرب النووية لا يمكن أن يكون فيها منتصر ويجب أن لا يتم شنها أبدا كما أوضح الرئيسان أنهما يسعيان من خلال إطلاق هذا الحوار إلى وضع أساس للمراقبة المستقبلية للأسلحة والإجراءات لتخفيض الأخطار ناقشنا الاستقرار الاستراتيجي والعلاقات التجارية والأمن الإقليمي والأمن السبراني واتفقنا على عودة سفيري البلدين لم ألاحظ أي عدائية خلال القمة مع بايدن كما بد لي أن الجانب الأمريكي مصمم على إيجاد حلول للقضايا العالقة قارت بكين إنها لا تتهون مع تدخل قوى أجنبية في قضايا تايوان وكان يتعين عليها الرد على مثل هذا التواطئ وذلك في إشارة إلى بيان زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى وعلى الوقع أعلنت تايوان عن أكبر توغل لمقاتلات صينية في منطقة دفاعها الجوي من جانب آخر أفاد موقع بوليتيكو الأمريكي أن البنتاجون يدرس خيار نشر مجموعة عمل بحرية دائمة في المحيط الهادئ بزعم الرد على زيادة القدرات العسكرية للصين في تلك المنطقة هذا ونقل الموقع عن شخصين مطلعين على المشاورات أن الخطة تشمل أيضا إطلاق عملية عسكرية منفصلة في المحيط الهادئ ما سيتيح لوزارة الدفاع تخصيص أموال ومصادر إضافية للتعامل مع قضية الصين النشر انتهت وهذا فكير من العنوين نقول لهم يد بيد لدحر الإرهاب شيوخ ووجهاء العشائر العربية يدينون ممارسات قصد المدعومة من الاحتلال الأمريكي ومرتزقة النظام التركي المرشد الإيراني يقول مستقبل البلاد مرهونا بتصويت الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية ولقاء بوتين بايدن روسيا والولايات المتحدة بصدد إطلاق حوار ثنائي شامل حول الاستقرار الاستراتيجي إلا لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر